صادرات الفصفات ترتفع بـ 6.6% مستفيدة من ارتفاع الأسعار دولياً أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن قيمة صادرات قطاع الفصفات ومشتقاته قد ارتفعت بنسبة 66% عندما تمشي تنبر مقابل 45% قبل سنة وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر ننبر 2022 أن مبيعات مشتقات الفصفات قد ارتفعت بنسبة 67% عندما تمشي تنبر 2022 مستفيدة من الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار البيع على الصعيد الدولي وأضاف المصدر ذاته أن حجم الصادرات قد انخفض بنسبة 17-1% جراء انخفاض حجم الأسمدة بنسبة 10-5% وحجم الحمض الفصفوري بنسبة 33-9% مشيرا إلى أنه خلال شهر شتنبر وحده ارتفع حجم صادرات الأسمدة وقيمتها تواليا بنسبة 28-20-6% و96-2% أما فيما يتعلق بمبيعات الفصفات الخام الموجهة نحو الخارج فقد تعززت قيمتها بنسبة 63-1% عندما تمشي تنبر 2022 مقابل انخفاض في الحجم بنسبة 43-7% كما أوردت المذكرة أنه في نهاية النصف الأول من سنة 2022 انخفضت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية من حيث الحجم بنسبة 6-3% بعد ارتفاع قدره 1-2% قبل سنة وتشمل هذه النتيجة انخفاضا بنسبة 4-8% خلال الربع الأول وب7-8% خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل ارتفاع بنسبة 3% خلال الربع الأول من سنة 2021 وانخفاض بنسبة 0-6% خلال الربع الثاني من سنة 2021 ويواصل هذا الانخفاض منحه التنازلية خلال الربع الثالث من سنة 2022 تماشيا مع تراجع انتاج السوق للفسفات الصخري الذي يعد مكونا أساسيا في قطاع الصناعات الاستخراجية بالمغرب بنسبة 20-3% خلال هذا الربع بعد انخفاض بنسبة 16-5% خلال الربع الثاني من سنة 2022 وبنسبة 11% خلال الربع الأول من سنة 2022 ترجمة نانسي قنقر